كيف نتفكر الظلم في القضية المتاعي وسجني شهرين والقضاء حكم علي بشهرين سجن على خطر جمعية مارام وجعفر القاسمي نشوف ظلم كبير وظلم يوجع بعد الثورة المواطن العادي وإحنا كشعب تظلمنا برشا حقوقنا اهدرت العدالة اللي حكيوا عليها والمساوات والكيمة الغنية وكيمة الفقير ما فهماش منها اللي يغلط من الكبارات ويسرق وينهب حد ما شافه وفوق القانون وفوق القضاء ولكن كمواطن عادي أي كلمة يقولها اللي يعدوه على القضاء ويزيدو يلف كل التهمة عليش على خطر مواطن عادي ومزمر وهذا أنا اللي موجعني وقاهرني أصحاب النفوذ واللي عندها قوة الفلوس واللي عندها الأكتاف هي اللي تحكم في البلاد وهي القضاء وهي اللي تصدر أحكامها ولهنا أنا ديما متوجع وديما وديما نقول لفم حرية ولفم ديمقراطية الحرية والديمقراطية للناس الكبارات في تونس وأصحاب النفوذ ولكن المواطن الزوالية كيفية أنا وكيف غيري معناش حقوق ومعناش حد شي على خطر معناش كتاف ومعناش نفوذ أكهاء واللي يجي يحفظ علينا ويتعدى هنا لهنا لوم الشديد ولوم الشديد اللي معليه على بعض القضاء اللي تعدات على برشة ناس ظلم واللي على خطر النفوذ وعلى خطر الكبارات يعفسوا على الناس الصغارات اللي كيفي أنا أنا حكاية الشهرين هذو ما ما يقلقونيش ولكن اللي يقلقني هو الظلم الظلم بعض القضاء قلق بعض الثورة فما مساوية وفما عادلة ووجياً واجتماعية وكرامة لدي تكرامة ولدي تعدالة اجتماعية وليدي تحد شيء كونها جمعية مرامة هذي بتبيعة تابعة صحاب الناس لبرجوازية ومناصرها بعض الإعلام ومناصرها الوزير الصحة السابق وجعفر القاسمي كيف كيف اللي مناصروا بعض الحزاب معين ناصر ومتضامن معاه ضدي أنا واللي الكلهم جاءوا ضدي أنا على خطر أنا ما عنديش نفوذ وما عنديش تابعة فلان وعلان ولكن كجمعية مارام وجعفر القاسمي تابع فلان وعلان بتبعه بش يعفسه عليا وبش تحكم عليا القاذية مدت الملف سهل ماهل تابع جمعية مارام خزرت له تبسمت سكرت الواحد وكهو بتبعه وكهو ومن بعد جمعتين من زمان جيل حكم شهرين سجد ظلم 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 كبير وانا اللي هنا ما هيش مانيش مسامحتهم ومانيش مسامحتهم القوضات اللي تعديت عليهم من 2014 لحد الآن ورؤساء الأحكام ووكيل النيابة وبعض الأمنيين وبعض الأحزاب اللي ضدي أنا ومتهاتلين علي سب وشتم في كل وقت من الثورة وانا لحد الآن نعاني منهم معاناة كبيرة كوني على خطر كل حقه مع الشعب الزوالي ومانيش تحت حد هكهو كل مرة يلفقوا لي تهموا كل مرة يلفقوا لي تهموا كل مرة يلفقوا لي تهموا لين جيت جيت بتاع جمعية مارام وجعفر القاسمي أنا نحب نقول هنا نوصل المساج للقضاء ونقول له انتي ظلمتني وظلمت بارشة كيفي مانيش نعاما ما نعاما في القوضات اللي تابعيني فلان وعلان هذه بعض الثورة في بيننا جات الحرية وجات الديمقراطية وجات العدالة الاجتماعية والمساوات والعدل ولكن هذا كل ما فهمناش هذا كل كذب أنا نحب نقولهم منهم لله منهم لله خلوا لي وجيعة في قلبي أنا والناس المغبونة والمظلومة في السجون بعض القوضات هذومة اللي تعدوا علي وتعدوا على كرامتي وبعض الأمنيين وكل النيابة وكل الجمهورية اللي تعديت عليهم الكل اللي عفصوا عليها واللي عملوا فيها كما حبوا واللي هنوني واللي ولي 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 هذا بعد الثورة هنا لها موجوعة على الأخر وليس على نفسي باركة على كل إنسان مظلوم في تونس ما عندهش نفوذ يعني ما عندكش نفوذ في تونس ما ما يصير أي كلمة تتكلمها حتى ولو كانت أنت صحيح يلف قولك تهمة وتشد الحبس أي نعم أي نعم كفي أنا ذي ثلاث مرة نتسجن وتحكم علي بشهرين سجن لمجرد منشور ومنقول قلت وينه المليار وثلاثمات مليون أي نعم نرمال ما أنا نشكي باهم وأنا نقدم باهم قضية اللي تهموني بالدعارة والفساد واللي تتصوروا أنتم ما في بالكم اللي تتصوروا على خطركم ولكن أنا ما شكيتش ولا على بالي ولكن هما على خطر عندهم مكتاف وعندهم وعندهم نفوذ سيك جعفر القسمي وليل أميل متع شمعية مارام اللي عندهم البرو متعها جعفر القسمي في اللاك والبرو الكبير متعها معية مارام في اللاك الناس عندها نفوذة كهوا مشوا تبكيوا يا كهوا وجاءوا معهم بعض بعض أتباع النهضة ضامنوا مع ضامنوا مع مع جعفر القسمي شميته في سلوى عياري خطر سلوى عياري سلوى عياري ما هي ما هيش تابع النهضة ولا ما هيش تابع النداء ولا ما هيش تابع الجبهة الشعبية بش يدفو عليها ما تابعها حد تابع كالرب العالمين لأنا لهنا نحب نوصل المساج للقضاء وخاصة للقضاء نحب نقول لهم اللي ظلموني وخاصة القاضية الخارنية نقول لها ما هيش مسام حتك للدنيا ولا آخرة سواء أنا ولا أي مظلوم كان تعديتو عليه لأنه مواطن عادي وزوالي وما عندوش والبلاد هذي متاع تونس متاع أصحب النفوذ بعد الثورة عندك فلوس وعندك نفوذ أنت الكل في الكل تسرق تنهب تقتل تتكيف المخدرات تعمل اللي تحب ما يكلمك حد ولكن احنا كمواطنين وكمودونين ونقولوا كلمة الحق وخطر بعنا شكتاف وبلاد حروم العربي وولاد حروم العربي يتعدوا علينا ويعملوا فينا اللي يحب وهذا مساج نحب نوصله لبعض القضاء والذي ظلموني وظلموا بشه ناس لما عندي حد شيء يجب أن تقدمه للشعب التونسي ولكن الحاجة الوحيدة هو شعري هذا نقصه هذا نقصه الوالي راجب بش نولي يا راجل ما عادش نولي مرأة بش نولي يا راجل على الظلم والاستبداد اللي عديته بعد الثورة بعد الثورة وهذا مساج هذا مساج بحب نوصله بحب نوصله بحب نوصله بحب نوصله بحب نوصله بحب نوصله بحب نوصل وصراق والناس المافيات اللي تحكم في البلاد اللي هنالبش حبام خليج تطرغوا ليش عالتونس ويوصلوا هنا بعد الصورة هذا شعري هذا شعري اللي هنالقصوا لبعض القضاء اللي عذبوا لي وعملوا فيها شر شعف وبعض الأحزاب محدة الناس كل تتفرج على الظلم والاستبداد اللي شفته اللي شفته اللي شفته ملقظات توسي اللي شفته اللي شفته اللي شفته واقعي اللي بيشتقدمها للشعب الذونسي بعد الفواء هذا شعري هذا شعري الذي يشوفه العباد لكي لا يقولوش لا نابش نولي راجل لا نابش نولي راجل على خطر الظلم والاستبداد على خطر الظلم والاستبداد في تولس من بعض القونات هذا شعري هذا شعري هذا الشعري هذا الشعب الذي عاني في المر والذي عصت عليه الحزاب والذي قمعدته الحزاب والذي قمعدته الدولة والذي لم يكن يعصوا على دين أمه كم نعبه على خطرنا على دحوم العربي وينجوا ومعنى إذا ما نغفوه عن مكان كلمة الحق نقولها هذه هي هذه هي الكلمة التي نقولها كلمة الحق ولكنهم يحبوا أش كلمة الحق ما يحبوا أش ما يحبوا أش ما يحبوا أش ما يحبوا أش هذا شعري بالحق لا يعيش بشو اللي امرأة لا يعيش بشو اللي راجل ما ظلم ظلم وسترداد في بلادي ما خذونيش الشهرين سجن ما خذتنيش الشهرين سجن ما خذونيش أمالي خذبني الحجرة الحجرة المتاع المتاع اللي عندهم نفوذ كيفاش يعرسوا على الزوالي ويتحكموا فيه كم يحبوه يتحكموا فيه كم يحبوه ويعملوا فيه شر شعف وكان عجبك ايه نعم هذا وهي تونس بعد الثورة عائية ثورة lis it و هذه شيطة على مائة ثورة على مائة ثورة على مائة ثورة على مائة ثورة هذا الشعر اللي مزينة بيه خريقتي اللي احسن حاجة عندي ولاية ده هذا نقدمه للزوالي والشعب التوسي المهمش ونقول له ونقول له احنا ناس في تونس مع الناش لا كلمة ولا عنا كرامة ولا عنا عادلة ولا عنا واحدة جاءوا ناس وركبوا عليها وعملوا كما حبوا هذا شعري هذا شعري هذا شعري هذا شعري قدموا هنا اهههه هذا شعري ده هذا شعري هذا شعري هذا قدمه كاذا؟ نقدمه للزوالي والمواطن وقلوا شوفوا الظلم متع بعض القوضات اللي تعدوا علينا واللي عفصوا علينا على خطر معناش نفور على خطر معناش اكتاف على خطر معناش شكون يتكلم علينا على خطر مدوسين بصبابة يا نعم كما صنوا عياري الزمان متتكلمش شكون هيا باش تتكلم شكونوا شكون هيا باش تقول الجعفر الجاسمي وانه المليار وثلاثة مائة وشكون هيا باش تحكي على جمعية مرام اللي حماها وزير الصحة سابقا وبعض الاعلاميين ما عنداش الحق باش نقول وين وين فلوس الدولة ما عنداش الحق باش نحكي على الفساد انا الاناء لهيبه كل قضات كل شعرة من الشعر من الشعر صلو عياري هذي وهي بالملايين ما تتحاصبوا عليها كل الشعرة مشات وكل الشعرة من شعري اللي قصيته للناس على خطر الزوال يا كعاو على خطر الزوال يا كعاو ميسا عش نحبه نوصله نوصله للبعض القضاءات ونوصله للحكومة ونوصله الرعب اللي تحكم في البلاد واللي ترضع في البلاد وصراق اللي عامل بعملها وما يكلموا محده ما يتباح محده ما يقولوا مكيفاش ولا علاش ولكن واحده كمسا طلو عياري ولاس يا اما بالالاف كيفها مدفونة في السجون على خطرها ما عنداش اكتف ما عنداش شكون تكلم عليها اقل كلمة تلفيقها تجيني قاضية ومانيش عملا حد شيء وكلامي صحيح وتدوينه منقوله وتعطيني شهرين وتعطيني شهرين ما همش غايزين الشهرين ولكن غايزني الظلم غايزني الظلم تعدي علاش على خطر مواطنة عادية على خطر بنت حوم عربي مانيش تابع حزب فلان مانيش تابع سامير فاري مانيش تابع متى قناة نسمة مانيش تابع متى النداء مانيش تابع نفس البرج وزيا انا على خطر ماني تابع حد يلزمها يلزم جمعية معرام وجعفر الجاسمي يعفسوا علي انا وغيري وكان اعجبني ويزيد ويقهرني بعض القوضات اللي داسوا علينا وداسوا على كرامتنا كما حبوا انا لانيا وقهد يا مانيش تابع نيا ونقول لها شفتوا شعر هذا شفتوا شكل شعر من شعر صلو العياري هالي تتحاصب علي منه اخر انتي وغيرك وكل انسان ظلمني وظلم كالذواولة اللي عانوا في المر اللي عانوا في المر واللي شفتهم انا واللي ريتهم انا انا لدي ملاطي ولكن هذا الشعر قصيته على الظلم بعد الثورة من الحكومة ومن الناس البرج وزية ومن الروس الكبار والمافيات وبعض القوضات وبعض الامنيين وبعض اللي عندهم بسلطة في البلاد هذا جعري قصيته على خطر المواطن الزوالي اللي ما عندوش باش يوصل كلمته قصيت شعري ميساج انتي ماكش خير مني كونك انتي عندك وبفلوسك وعندك نفوذ وانا سألو عيارك بنت حوام عربي وفي وقتنا عادي ما عنداش Gröxt بشي نتكلم لا عندي لحق نتكلم ونننتكلم ونتكلم ولفضح ولفضح اصرق علي خطرت تعديته علينا بعض الثورة عفاسته علينا قمعتونا انا حرية تأination avis انا انا عدلة اجتماعية وأنا مساواة أنا مساواة أنا مساواة أنا نتكلم باسمي باسم الشعب المقبوع باسم الشعب الزوالي الي محفوظ Ideala والذي منسي والذي عافظين عليه تونس انتبه برج وجusion يا شعاب يا تونسي تونس مينش انتهانا تونس مينش انتهانا تونس مينش انتهانا تونس ترتع فاقه كان البرج وجود و كان عندها نفوذ و كان عندها النفوذ هذا من يعقمه هذا من يعملك من يحبه ولا حد يكلمهم ولكن احنا شعب مواطن من درجة ثانية معناش الحق في بلادنا معناش الحق في بلادنا ضع الدول عليها اعرف سعلينا ماذا يعمل فينا في اللقر تخرج شرمذة وتقول مخبية وجهك انت محكومة في السجن وهاربه ومخبية وجهك ومخبية وجهك لماذا هاربه لاني سرقة ولاني نابة ولكن على خاطر سي جعفر القاسمي وجمعية مرام التي لم يكن يدعموا فيهم تتحكم سلو عياري بشاري الحبس تتحكم سلو عياري وانا القضاء التي ظلموني وكل الجمهورية وكل انسان اللقمعني وكل انسان الغلمني وقلوا يجين هارو نقف حقي وقلوا يجين هارو وطرف الشعر ما يمشيش خسارة وطرف الشعر ما يمشيش يا فوريين يا منافقين وينكم 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 عثست علينا ودهزتونا وخليتونا وخليتونا لعنا الكرامة ولعنا عدالة ولعنا مساواة ولعنا حد شيء ولعنا حد شيء ولعنا مواطنين من درجة ثانية على مواطنين من درجة ثانية وهذا من المزاج نحب أن يوصلوا للحكومة نحب أن يوصلوا للحكومة بعض القضاءة التي قمعهم وأن يعملوا فيها والتي قمعوا أولادي والتي بيت وأولادي من المركز المركز الجواعة وعتشة وحالتهم محليلة أنا ذاك كل الحب الوصلوا ونقولوا أنا حرية تحكي عليها وأنا عدالة فما حرية فما استبداد فما ديكتاتورية فما استبداد فما الكذب والخداع والتعدي على الناس والتعدي على خلق ربي وفكان أرزاق الزوالي ودهس المواطن العادي هذا هو بعد الثورة هذا هو اللي شرطه بعد الثورة والشعر هذا من يمجيش اغساره ماهوش اغساره في المواطن مووش اغسارح في الزوالي ولكن قصيته نحب نذكر به القانون في تونس مع ناش قانون في تونس اوسيا التواس مع ناش قانون معناش قانون معناش قانون القانون هو البرجوازي القانون هو مصحاب النفوص القانون هو نتعلى حزاب الكبار ولكن احنا معناش قانون احنا القانون مداس علينا احنا ولا شي احنا صعدنا مكبوب احنا ماناش عباد في نظرهم احنا ماناش المواطنين في نظرهم احنا ماناش بشر في نظرهم احنا حشاك عندهم هما عبارة كلاب عبارة قطط عبارة حيوانات حتى الحيوانات خير منا علاش على خطر مواطنين زواولة معناش نفوص ومعناش اكتاف ومعناش شكون اللي يتكلم علينا اي نعم معناش كون يتكلم علينا وانا الهلان نقول لك يا شعب يا شعب رد بالك تعطي فهم الثقة رد بالك تقول حد من اللي جاوهوما دهسوا علينا كيما حبوا عفسوا علينا كيما حبوا باذوا كيما حبوا وهكم تشوفوا الوين وصلونا هكم تشوفوا اللي وصلنا وعدة من ناس نفساني دهولت تعرضت نفساني لمناش من الظلم فما ليس ما تحسش فما ليس ما يهمهاش ولكن أنا نحس نحس كيف نشوف واحدة يشدوها بالدراج وواحد يشدوه بكيلو وزا طلعوا يسيبوه على خطرتين بعفلين قلبي يجاني قلبي يجاني وكيف مواطنة عادية كيفي أنا ومدونة وناشطة سياسية وحقوقية نعمل تدوينة ونكتب عليها منقول نضرب شهرين سجن أعليش من أجل عيون جحفر القاسمي وجمعية مارام اللي هم عنده بأتباع ونوفه فهمتوا واللي ووجع أكثر فما بعض النساء من أتباع الناظة ناصرهم وتضامنوا معهم ضد صلوة عياري أعليش كرة 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 كلهم يوم وليوم ولأن يجيكوا منهار كل الإنسان ضلمني وكل الإنسان اللي تعد علي وكل إعفز علي أنا ولا نفسي يجيكم منهار يجيكم منهار وانت تتحاصبو اكثر تتتحاصبو وقدم العالمي ويوم الحساب الأن يتضمل للجرآ أكثر لابإل апوال لبئة الزو الحساب وهنا يقول لها يا قاضي لا نشمسي محطك لا نشمسي محطك لها الدنيا لها اخرى خليتني وليت راجل لها طاوة لا نشمسي محطة تبترف الشعر كل شعر كل شعر باسم زوالي كل شعر اللي مليانة بالسجون اللي مليانة الزوالة مليانة بالسجون كلها زوالة مليانة بالدفلين وعلان الشعر هذا قصيتوا من اجل الظلم من الظلم امتاعكم من الظلم امتاعكم منكم لله منكم لله انتم واحزابكم واتباعكم وخاصة بعض القوضات اللي طبعوا احزاب وممشيوش بضامير وخاصة القاضية الاخرانية نقول لا يمهل ولا يعمل ونلتقي عند رب العالمين يوم الحساب وحسابين ياخذوا منك ووو ووو وووو ووووو تشوف شنه يصير فيك لا يمهل كل الانسان غضمني كل الانسان تعذى على كل الانسان ويجيكم النهار سواء في الدنيا ولا في الاخرة منكم لله منكم لله منكم لله حصبي الله ونعم الوكيل